توزيع الثروة المالية غير متساوي في النمسا واني بنقول اني حوالي 400 شخص في النمسا بيملكوا ما يوقارب او ما مجموعة 350 مليار دولار امريكي يعني حوالي 323 مليار يورو واني بيحمل اكثر من 50 الف شخص حاليا اكثر من مليون دولار من الثروة شايف موضوع يمكن او تحليل الموضوع اني احنا عندنا دلوقتي ان الطبقة المتوسطة في تآكل تام يعني في ناس معها فلوس كتير جدا وفي ناس ما معهاش ولا حاجة والقوة الشرائية يمكن بتتحكم في جميع الدول هي الطبقة المتوسطة طبقة العمال هم دول اللي بيصرفوا هم دول اكتر ناس بيكونوا متواجدين في الاسواق هم دول اللي بيشيلوا الاقتصاد على عتقهم انما عملية اني انفراج المقص الاقتصادي والفرق بين الطبقة المتوسطة اللي تآكلت في النص وازدياد عملية الاغنياء ده يمكن عامل بلبلة في الشارع النمسيه بشكل خاص وعلى مستوى العالم بشكل عام نعم يعني صراحة أنه قال يملك حوالي 400 شخص في النمسا مجموعة 350 مليار دولار امريكي يعني مع الاسف الساسي الكريم مع الاسف الحالة الرئيس مالية ما زالت موجودة موجودة في النمسا ولكن بشكلها الحداثي بشكلها الديمقراطي يعني لماذا لماذا 400 شخص يملكون 350 مليار دولار امريكي او 323 مليار يورو اي اكثر من ثلث اجمالي السروة المالية وارتفع عدد اصحاب ملايين العام الماضي حيث يحمل اكثر من 50 الف شخص حاليا اكثر من مليون دولار امريكي من السروة المالية دليل هذا الكلام مثلا ما تفضلت ان الكبير يكبر والصغير يصغر مع الاسف والطبقة المتوسطة فعليا تضمح وتتآكل لانها لا تستطيع ان تحصل على عدد ان تجاري بالضبط ولا اصحاب الدخل المحدود والتي هي فعليا يعني الى ربما 95% بالنمسا من اصحاب الدخل يعني المتوسط الى المحدود فبالتالي فعليا هذه الارقام بصراحة مريبة وهذه الارقام خطر على الديمقراطية خطر خطر على على حالة التعددية في المجتمعات المتطورة مثل النمسا وما الى ذلك لا ودي ممكن برضو تؤثر على نعم تؤثر على الطبقة اللي هي المضمحلة ده بيسيد العنف لان بيكون هناك عملية زعر يعني نعم ما رح نقول عنف ولكن بالتالي بصراحة هذا 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 يدل على ان على ان كما قالوا اربعمائة شخص هم يحكمون النمسا ان كان من خلال السياسة او من خلال الشركات والاموال والاموال بشكل او بالاخر الاقتصاد هو الذي يتحكم بالسياسة والذي يفرض الحالة السياسية فبالتالي فبالتالي يعني اربعمائة شخص يتحكموا بعشر مليون نمساوي او معشر مليون شخص موجود في النمسا وهذا بحذة خطر هؤلاء الاربعمائة شخص الذين يملكون تلاتمئة وخمسين مليار متى ملكوها وكيف ملكوها ولماذا ملكوها وعلى اي اساس ملكوها صحي لربما هي قانونية وعلى حقية تامة ولكن هل هذا الشيء هل هذا الشيء صحي لمن اجل ديمقراطية النمسا والمجتمع اكيد لا لا اعتقد اشتركوا في القناة